قبل ما نروح لتشكيل المسلم اللي هتختاروا معايا دلوقتي عايز سألك سؤال إمام عشور وسيف فاروق عفر أنا عارف إن علاقتك بيهم علاقة أخواء أخ كبير يعني ونجم كبير في نادي الزمالك هل كنت تتوقع راحلهم عن نادي الزمالك؟ لتنين تحديد إمام عشور وسيف فاروق عفر أنا بقولك لتنين دول عشان أعرف قربهم منك يعني بص أنا تسألت السؤال ده في عهد البرامج وقلت أول واحد كنت ما تخياتش مين اللعيب يعني تسألت السؤال ده كده مين اللعيب اللي مستحيل يروح النادي الأهلي قلتلهم إمام عشور قول لنا واحد أصلا ماشي طب لأنا قلت كده وليه إمام عشور راح النادي الأهلي أولا قلت كده ليه لإني ومش عايزين يعني يعني مش عايزين ناس تفهمني غلط لأ لأ بروح لأن أنا أخد بالك خد بالك الطريق أنت عندك ميزة وجمهوري الزمالك بيفضل طول الوقت المحترمة فيك أنك بتقول الصراع حتى لو حيزعلهم الكلام ده بس هم عارفين أنت ما راكش حسين بس المرادة مش جمهوري الزمالك يعني مش عايز برضو جمهوري الآهلي فهمني غلط ومفقود جمهوري الآهلي ما يزعلهم لأن ده واقع وحقيقة طبا ومصر كلها شافته طبا من مبادئ النادي الأهلي إن أنا ما بجيبش لعيب يكون عمل مشكلة معي قبل كده ومشكلة كبيرة وعندهم سيستم هم شغالين به ما بيغيرهوش لما السيستم ده يتغير فيه مشكلة لا يعني أنت لما قلت إن مستحيل إمام عشور يروح النادي الآهلي كان على الأساس دوت ولا عشان أنت كان صغتك في إمام عشور إنه مش هيسيب النادي الزمالك الحتتين عشان أنا عارف برضو علاقتك بإمام عشور من ناحة تانية الحتتين الحتة الأولانية خلا بتاعت الإمام عشور بقى الحتة التانية إن واحد قريدي قريدي أنا عارف أنا عارف إنه زمالكوي جدا زمالكوي من ساس الراس فالموضوع صعب جدا